نحن الآن أمام قضية فيها الشيء الكثير من القيم والنبل والسمو ورفعة الأخلاق والتهذيب يعني مهما عددت من مزايا ومن قيم تحويها هذه القضية الاجتماعية والإنسانية لن أفيها حقها نذهب أيها المشاهدون الكرام إلى المدينة التي أطلق عليها دار السلام وهي اسم على مسمى دار السلام وهي طبرق حيث دائما تأتينا الأخبار خاصة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والأعراف والتقاليد ما يثلج صدورنا ويجعلنا نقول بأن الدنيا مازال فيها خير عندما يسمو ويترفع الإنسان عن الأحقاد وعن الكراهية وعن الأخذ بالثار وغيرها من هذه الصغائر الزائلة بسوال هذه الدنيا فإننا فعلا أمام قضية إنسانية بامتياز بدرجة مية في المية يسعدنا أن نرحب ونصافح من القلب ضيفنا الكريم الأستاذ عبد العاطي حفيظ العوامي الأستاذ عبد العاطي يعني اختصارا حتى أترك له المجال للحديث هو الأب والوالد وولي الأمر الذي عفى عن قاتل ابنه وما دون ذلك لا شيء مهما تحدثنا عن أي شيء دون هذا الحدث فهو لا يشكل شيء أمام هذه القضية الإنسانية أستاذ عبد العاطي صباح الخير مبارك مبارك إن شاء الله أهلا وسهلا بك نبقى نعرف القصة من أولها كيف بدأت حتى نؤسس لحديثنا فيما بعد لقضية الصلح وغير ذلك بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم الأخوة المشاهدين على قناتكم الموقر المصار نحن مجتمع عادي ناس عاديهين والإنسان يخطأ ويرتكب خطأ لا شعوريا ومرات يكون الخطأ خطأ فادح يأدي إلى حياة الآخرين ولكن نحن مؤمنين أن النوايا لا يعلم بها الله سبحانه وتعالى ابني توفى يوم أربعة واثناش في الألف أو في الألفين وخمسة عشر بالتحديث كانت مشاجرة عادية أدت إلى وفاتها هو وجاني جاري رفيقة طبعا ورفيقة في نفس الوقت تم جيراننا ورفاقه جيران لنا فترة طويلة يعني من قلوش عن خمسة وعشرين سنة جيرا يعني وعائلة عائلة محترمة وعائلة يعني ناس مهذبين ناس أخلاق معالية فصارت المشاجرة وهو أسباب مش أكثر السبب الوفاء هي طعنة بسكين أدت إلى وفاتها فتوفى وبلغوني بالتليفون ابن أخي الله يرحم مشي نسمع فاهد فاهد ولما بلغوني بالتليفون قال لي رأي وسع فينا المستشفى وشوفوا لدك مشيت المستشفى بالفعل تقريبا أني وصلت بعدها بتجايق معدودة يعني خشيت عليه في الغرفة لقيتها متوفي طلعت طلعت بصراحة مش نقول لك يعني موقف لا نفسد عليه والدي مات لما طلعت لقيت واحد مني ساح فينا ونوجاري صبا قلت له من اللي يضاربوا لدينا بنعرف من اللي يضربها قال لي أنا يا عمي ورفع يديه في السنة وقال لي لي تبيت ديرها فيها ديرها فيها كانوا فيه اثنين وقفين ياليا سألتم قلت له ما انتم مش رطأ قلت له ما انتم مش رطأ قلت له ما انتم لديه هذا لأنه ورايا ناس حنقضوا في مشكلة أكبر من اللي نحن فيها توقع بالفعل خضوه حطوه في مكان آمن وانا مش هي تكملت إجراءات دعت مبتاعي ونهينا الموضوع عليه يعني أنت في هذه اللحظة تمسكت الحمد لله ما جاكش خاطر البعيد أنك أنت يعني تأذيه والله لا الحمد لله وهذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى الحلم هذا أني أنا بالفعل ما كانش تفكيري هكي لأني كنت ونام ماشي للمستشفى كان معي صديقي ولاد عمي سالم ناصف العوامي في سيارتك النمشين كان جايني في طبرك هو يعني بالمناسبة كنت في حالة لا تحسد عليها آه كي ونحن ماشيين قلت له يا راجل يسترى الله ونحن ماشيين قلت له يسترى الله التليفون اللي جاني قلت له أراه التليفون مش طبيعي باي وبالفعل جينا والقنامة توفي كنت حاس يعني وكان ناكي آه كنت حاس ولما طلعنا مشينا عنوية في سيارتك باي قلت له هلنا امتحان وقدرنا الله عليه وبالفعل بديت نسعى فيه على اساس أنه بنصل عند هذه اللحظة لكن طبعا في عوائق وجدت قدامك إقناع أبنائك وجوستك واخوتك طيب أنت طبعا الأسرة وصل الخبر الأمة والخوتة وأقاربها كيف كانت ردت فعلها لأنك أنت أمام امتحانين امتحان العفو وامتحان الإقناع أيضا اقناع خوتة وإقناع أمة بالصفح والعفو طبعا هو الضروري أنك تبي تصرف تصرف الحكيم طبعا عندي أنا ظن عمي وبين أخي في اللي جاء بسلاح أمار التمنى من كل واحد يمشي ودي سلاح الحوشة وملكمش الحق فيه بس لوب بتاع الجهل بتاع الثار قلت لهم كان عنده حق واحد بالثار هو أنا معني ما ليش مقتنع أصلا بالثار لأنها حرام أنت قاتل عمد لما تقيت لها لأن الله سبحانه وتعالى قال لل صاحب الحق أن أنت يا ولي الدم حقك في ثلاث أشياء هو القصاص والقصاص لولي الأمر مش ولي الدم وله آليات القصاص وله آليات صحيح أو دية مغلظة ترضي الوالدين أو العفو وأجر على الله وإن شاء الله ربي يتقبل منها اللهم أمين فالحالة كانت يعني شوية صعبة جدا طبيعي لحظات الأولى لحظات الأولى لحظات يعني أنت في حالة لا تحسد عليها أبنك ميت إيش يكون الشعور يعني ولكن الحمد لله والدي كان جنبي أخوتي كانوا جنبي بالفعل أن يعني الأمر بشوية بالهداوات طبعا في عندنا نحن أمثلة متعرف عليهم يقول لك ما مستعج لنقتل في بوه يعني بالراحة بالراحة بشوية بعدين ساعد فالأمثلة هذين ساعدا على أساس هي هوطن الموضوع شوية يعني عمامة أو سيادة هو والدك اللي هو جد جد ورحوم نعم كانوا من نفس رأيك تقريبا التريث وتماهله شوية لا هو التريث كان الهم كلهم هو عقليتهم هكي أخوتي التريث هو أهم شيء قالوا نحن توى عندنا ناس جيدنا وما فيش كلام في الأمر أصلا وتقدر تقول يعني أن أني أنا لو قلبت الدنيا قلبتها طبعا كان الأمر في يدك آه كان الأمر في يدك فالحمد لله اللي كان الأمر في يدي مش في يد شخص آخر بيش نتصرف والتصرف الصحيح فبالفعل وهم شجعوني لما بعد فترة شجعوني على أساس أن أنت أسلكت الطريق الصحيح وقناعة من ناراه العفو شيء كبير يعني مش بالبساطة بزرع شجع بأماني باهي فالحمد لله نحن في مرضات الله أصلا خلقنا في الأرض إلا خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض يعني يجب أن نتعامل بما أنزل الله ما نطلعش بره مننا الموضوع أما أن الثقافة محدودة في ديني ولكن نعرف أصول ديني القواعد العامة القواعد العامة كويس فالآن أبتوصل آسف لنقاطعك لكن عند أخوت وعند أم أيضا هذه مرحلة أكيد هتكون صعبة لإقناعها خاصة الأم بالفعل بالفعل هي الأم كانت إيمانها قوي بالله وإنسانة مسالمة جدا فلما عرفت عليها قالت لي أهم شيء عيالي قلت له أنت تساعديني على عيالي وعيالي وخاصة الكبير فيهم كم أخها عند أخين كويس محمد وصخر وهو فاهد الله يرحمه هو صغير بكل لا تقريبا هو في الترتيب الثاني بعد صخر وأخته بعدين هو كويس متخوف من ردة فهد العيال العيال مشكلة والعيال حتى السن بالطبع الهادو فيه أن دفاع وفيه أن دفاع وفيه أن دفاع وفيه أن طبيعي ونحن مجتمع فيه الخير والشر طبعا يعني الاثنين فيه حتى اللي يجيك في اللي شجعك على الخير وفي اللي شجعك على الشر واللي شر أكثر لأنه شجاع أكثر لأنه بتاع الشر باي فهؤلون هم اللي من المخوف لكن هو إيمانة قوي صخر وثقافة ممتازة في الدين ممتاز فأي كلمة تعطيها له يعرف وين معناها وكيف ماشى وكيف زايا كيف دار الحوار بينك وبينها بينك وبينها طبعا نحن تكلمنا خاصة في التقديم التمهيد لموضوع صعب جدا هو بالفعل نحن قلنا نبو ولدنا اللي توفى العمل اللي نقوم به هي الصدقة والدعاء هذا كله لكن الدنيا والله سبحانه وتعالى خلق فينا النسيان ننسو ففهمت مننا نحن نبو نقدم عمل يجب يكون عمل يستفيد به أبننا وإن شاء الله يتقبل الله بيش يوصل للجنة أنتوا في هالفترة اللي توفى فيها لعنتوا دعيتوا مرة اثنين عشر مئة وبعدها نسيتوا وبعدها نبو نموته لما نموته نحن ينتهي الدعاء له نحن قادرين أنا ندعو لك نسان ينتعي ضروري الموت ضروري الموت فشنو العمل اللي نقدر نقدموه يقد قاعد إلى يوم الدين قلتنا ما أفضل شيء هو العفو العفو ينبنى لقصر في الجنة ولدنا وهكي أنت خدمتا هذا ما نبوش سوى كويس ولا مش كويس ما عاشي يهمنا فيه نحن عطقنا لي واش الله مش حبا فيه ولا الجيران ولا الأصحاب ولا اعتبارات أخرى اه اعتبارات أخرى نحن ما ناش دنيويين نحن نصع للآخرة فمن هنا بدأ يدب فيه الإغناع أن بالفعل نبوكهم وبعمل ينفع ولدنا مع الله سبحانه وتعالى وردة فعلة الأولية تتناسب وسنة وطريقة تفكير والدفاع أنه ضروري يقتص من القادر قال لعليش يقعد قصاص وكذا فقلت لعليش انت بيتستفيد ولو قتلناه مئة مرة هل يرجع ولدنا ما يرجع ولدنا نحن نبوك نقدم عمل لله سبحانه وتعالى لله خالص بس ما نبيش نقدمه وانت ما نقش مقتنعه كان ما اقتنعتش انت انا ما نقش في الموضح يجب انك انت تقتنع لاني أنا مجديمة معاك لانك انت اللي تبي بعدي تشيل القضية انت ولي الأمر انت ولي الأمر كان مش مقتنعين للأسرة بتاعي كلا لا طبعا وعندي اخوتي يساعدوني يشجعوني وكان يعني الخبر واقع عليهم يعني شو نقول لك من عرفش كيف نوصفها عيونهم يتبسب لاننا نبو نحف باي فالحمد فالحمد لله اقتنعوا وصرتي اقتنعت هي اللي اعلنت الوالدي واخوتي وقامزنا مع بعضنا وشرحتنا وكيف وليش وما تحرمونيش من الأجر قالوا لي يحقك واني حرموكش من الأجر والحمد لله انه وصلنا لعند المعاد بتاع الصلح شفتها في عيون الناس شفت الابتسامات وشفت الضحك وشفت السعادة في عيونهم الخطوة الأولية سنأتي إلى الصلح وحضور أهل القاتل إلى المعتامة ابن عمى وغيرها ولكن في خطوة أيضا كانت غاية في النبل وغاية في السمو وهذه حقيقة لا مراء فيها ولا مجاملة هو أنك في اليوم الأول تقريبا أو في الأيام الأولى دعوت وأصريت على أن أهل القاتل أنهم أهل عائلت يعني أنهم جيرانك وعندهم تجارة وعندهم ناس أعيال يقرأ وغيرها أنهم هم يردوا الحيشانهم نعم صح كيف القصة هذه وأمت باللبل بعد طبعا طبعا صارت الوفاء عندنا في عاداتنا وتقاليدنا ثلاثة أيام المعتم تبي تستقبل الناس يعزوا مشغول بالناس رابع يوم جتنا لجنة لجنة صلح من العرف وبارك الله فيهم اللجنة كانت تكون من قبيلة العبيدات وسعوا المسعى الجيد في الموضح ولما جوا طبعا العرف يحاولوا أن يرضي المتضرر إيش تب نديروه لك في الناس هذا القانون العرف فهمت طبعا العرف نحن صراحة يعني شو نقول لك فيها أثم كبير بعض الأحيان وفي بعض الأحيان له أجر كبير الساعي للخير أثم فيه أثم أن يخالف بما أنزل الله سبحانه وتعالى في أي نقاط يعني مثلا يقول لا يخرج بر المدينة هذه مشكلة يشيلوا ما يقعدوش أهل الميت وظنى سيدة وظنى عم وظنى 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 ومرة تشيل القبيلة كلها عادي تشيل بر المدينة مسافة أعلى حسب ما يتفقوا ستين كيلو سبعين كيلو مئة مئتين فيه اللي مثلا قتل في البيضاء وقال الله تشيل تحط في طبرك وما عنداش حد في طبرك والعكس من طبرك شاء الله الناس حطوهم في بنغازي كمثال ها هذين هذين قادات وهذين بر المضوع ما فيش واحد يقناني به يقول لي لا لا ضروري أنا راجل يعني كي هل الحالة اللي أنا كنت فيها هو قتل وخوه في لحظتها قاعد في المحل يبيع ويشري يعني شن ذنب الرجل بالعقرك حط روحك أنت في ميكان خوه هل عنده ذنب هذا ارتكب خطأ يتحمل مسؤوليته هو مش الباقي الباقي ممكن يوسوك يسيروك ايش تبي يديروه لك حاضر لكن بما أنزل الله الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء من السماء ينزل للأرض بيش التعامل انت بيه يا خليفة الله في الأرض بما أنزل الله مش التعامل بيه بهواك انت مزاجك مزاجك والتجر في القضية وتوقر وتقدم ويصير يعني صحيح تجر بالدم محرام فعند فساعد الناس مدام يبي عفو ساعد الناس على العفو ليش تعرقل في الموضوع ما تعرقلش فأنا حوالت اني نساعد اللي جان اللي جان هنا لجنتين في البداية كانت لجنة العبيدات وفي الثانية والنهائية كانت لجنة الحبون هذه 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 اللي جان بعد ما طلبت بيرجع رجع الناس آه رجع لا هي طبعا في البداية كما قلت لك تخوفوا رابع يوم المأتم جات اللجنة واشتبوا من رابع يوم قلتنا يرجعوا الحوشين يردوا الحوشهم يحلوا محلاتهم ويقروا في مدرسهم آه وكأن مش شورة من الموضوع مش شورة من بوش نظلم الناس لأن ظلم الناس يرد عليه أنا فأنا فالحمد لله بالفعل جو وكانت كلمتنا واحدة مش اثنين أنا واخوتي وعيالي أنه بالفعل يردوا نتلاقوا نحن وياهم في المدينة وحتى هم مساكين لما نتلاقوا معاهم يضاروا وكذا لكن أنا كنت نشجح فيهم نجي نسلم عليهم على أساس أن الأمر عادي باي فأش أنو الحمد لله يأتي يردوا آه أرد أما في الأول ترددوا يعني لا لسرعة ردد فعلا آه أما ترددوا يبوا طبعا اللجنة معها حق قالت لا مش اليوم نحن قلنا من الليلة يجو يردوا الرابع الليلة آه قلنا لما نجو قالوا لا مش اليوم لحده يوم موعد بيش نديروا فيه المحظر بيش يكون محظر اتفاق بالفعل حددوا يوم الجمعة علي تمر وحليب وتخيل يعني يوم الجمعة كان تقريبا بعد كان يوم الأربع يوم الخميس الجمعة ثلاثة أيام بعد المعتم الفرحة قاعدة بين في وجوه الناس أن يردوا مش عفو علي هو أنهم يردوا هلا يعني كسرنا نحن القانون بتاع الاجتماع الاجتماع اللي يمشي بره وإي واحد في احتقاتي والله أعلم أنك تهجج ناس بره ما لهمش دم في الموضوع راهو ذنب عليك ذنب عليك والمفروف تسعى وتسأل مشايقنا والناس اللي في الفقه أنك كيف في الموضوع هذا هل هو صح ولا مش صح أسعى أسعى وشوف ما تقدمش علي أعمال ومتمشي به وتقول الناس كلها تديرها تديرها حتى ناكي في ميديل الناس هذا غلط أنت تتركب في روحك في ذنب كبير بك نحن هذا الجانب الجيد في الموضوع والحسن عندنا جانب آخر قاتم ومظلم في ناس يعني أكيد هذا الوضع مش عجبها وتريد أن ترسخ وتؤكد عملية الثار وعملية الإبعاد والقصر أكيد فيه أراء جنك يعني بدون ذكر أسمها ولكن فيه أراء مخالفة وربما إلى حد ما ربما تؤثر في وزة من الشيطان زي ما نقوله بالدارج ممكن تؤثر فيك أنت كوريد دم صح هو يقول لك الظن على الوضن أشد من السحر لما يقضي يظن عليه وضنك ويقول لك كذا كذا أنا أنت أشد من السحر ما ردت عدت تقدم عليه الموضوع هذا أنك تهونت في دم ولدك هو ما فيش تهون أنا ما تهونتش أنا نطلب في حق أكبر من الحق اللي يعطوه لي في الدنيا حق الدنيا وعندنا أمثلة في الثار أي واحد لو كان صادق مع نفسه وخذ بثار خوه ولا أبوه ولا أبوه شرط أنه يكون صادق كيف يرقد كيف يمشي وكيف يجي هو قاتل عمد أسعق روها أسعلا فيه ناس خذت بثار فيه اللي قال أنا من رقدش اللقره من الفجر الله من الذنب اللي هو مرتكب قدام الناس راجل خذ بثارة ولكن هو مش راقد مش راقد هو ما يرقش مسكين وفيه اللي قال الحق في الناس كلها لابسة أبيض نظيفة ويساهروا مع بعضهم في السوق وانا الوحيد وانا الوحيد اللي ملطق بدم واخذ بثارة يعني معنى الكلام أن الإنسان اللي ياخذ بثارة هو مستحيل أن يعيش سعيد حتى كان كذا يروحه وسهى وروحه بين الناس هو يوري في روحه أنه راجل خذ بثار أنت ملكش الحق أنك أنك تاخذ القصاص القصاص يخذ ولي الأمر وليس ولي الدم أنت ولي دم أنت عندك ثلاث حاجات تبي القصاص معنى القصاص يخذ ولي الأمر تبي دية عندك من حقك أو تحفي واختار عندك ثلاث أشياء اختار من هن وهن الثلاثة حقك فيه يعني مش عيب أنك تاخذ القصاص حقك ومش عيب أنك تاخذ الدي حقك يعني مش لكن ولكن أنت خلك خلك تميز وين الأفضل هي مرضات الله سبحانه وتعالى حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجنن في قضايا كيذين يقول العفو عند الله ينصح ينصح بالعفو يجي يشكو عنده ويقول هذا قتل ولدي يقول لهم العفو أول ما يسبق كلمة العفو إذن الموضوع ما هوش بالصورة اللي نحن نتخيله فيها في نفس الوقت وهذه قمة الشجعة أن تعفو والأمر في ذلك الحمد لله ربي يقبل مني إن شاء الله وأنا نتمنى من الناس اللي شاهد فينا أنهم يدعو لي في الموضوع حالا أن ربي سبحانه وتعالى يتقبل مني فشنو ننصح الناس أن أجل الموضوع بيجتهده شوية ما تكونش متسرع وإياك وإياك مطار أراك أنت وإدارة تروحك في الدنيا وفي الآخر عن الأثنين معناها نحكي للناس أنه ضروري تسامح نحن يا يا أخوتي بلادنا يعني نقدر نقوله على صفيح صاخن بلادنا متشتى بلادنا ما هيش متفاهمة بلادنا تبي منقسمة تبي تسامح وتبي محبة صح أنا نتمنى أن موضوعي يصل الغرب والشرق والجنوب أن نرانا نحن البعضنا وبلكي بهالعمر رب يتقبله وتنزل البركة عليه بلادنا وتصح بلادنا الله سبحانه وتعالى ما ينزلش البركة إلا بأفعالنا صح فنبه بلادنا تصح طيب أستاذ عبد العاطي الشاب اللي ارتكب هذه الواقعة يعني القاتل أودى في السجن وتقريبا منذ فترة بسيطة وقتق صراحة إن شاء الله يعني من 2015 تم إطلاق صراحة في 2022 يعني سبع سنوات قضاها في السجن قضاها في السجن وأنت تقريبا كان لك رأي أيضا في الموضوع هو طبعا ما وقت لك أنا في مشاكل يخشف النص يبعدنك على الموضوع أنا من البداية بالفعل نبي العاف ونبي الصلح ونبي لكن صارا مشاكل وصارت قضية قتل خوي أنا وتقريبا ليبيا كلها عرفتها كان المشكلة كانت مع النجدة بتاع طبرق والنجدة عشان خاطر الكورونا أول مرة نشوف أن النجدة تقتل عشان خاطر الكورونا بدل ما تقتلنا الكورونا قتلتنا النجدة نحن فالقضية هذه جت بعد وفاة ولدي هي اللي أخرت الموضوع الصلح انشغلته انشغلنا تمت قضية وما زالت قايبة لعنته مع الأسف يعني من بيش نحكي عليها أنا ما صارش فيها تحقيق ما صار حتى النيابة واحلة وهذا كلام حقيقة ونتحمل مسؤوليتها أنا فأنتمنى أنا أنت يعني على الشاب هذو اللي قاعدت في السجن آه قاعدت في السجن هو قاعدت في السجن ومرض على حسب الأقوال أنا مش فتش بصراح و طول في السجن ومهما كان صغير في السن والسجن عمره ما ربع باي لكن اللي وصيت عليه وصيت خوه بالتحديد قلت له أنصح أنصح بالتوبة ورب يتقبل منه وهو يحاول أنه يصلح من ورعه ما يبهدش في الدنيا يبهد في الآخرة وبالنسبة لنا نحن مسامحين ويجب أن يحط فينا الثقة أنه بالفعل نحن مسامحين وانا والله والله اللي يجيني حنتضبطها بيش نوري أنه راه العفو هو أن الإنسان اللي عفيت عليه كأنه مندد لهذه الدرية بيش يتم العفو بتاعك ما تقاتش عندك حاجة جوا رغينة أنا متخوف من عدة أمور في شخص هناك لا أشعر يعني شيء كأن مولدته والرشل لكن خوفاً من عيالي وخوفاً من الوسويس والناس الأخباث صحيح متضامن الموضوع بالنسبة لك أنت ضامن نفسك فقط ضامن نفسي وحتى وعيالي لما نقول لك أنا وثق فيهم ضروري الحظ 1% لا 99% أنا وثق فيه لكن 1% لا الـ 1% هذا من الوسويس من الناس الفتنة من الناس اللي شيطين الإنس آه شيطين الإنس أنا بعدتها شوية قلت لك خليك بعد البيضة والله يوم الصلح قاعد نحكي مع ولدي قلت لأنه نحن المفروض نقول لها تعالى طبرك قلت لها عرفت ليش قلت لها عشان يتم العفو لأن العفو والإصلاح الإصلاح هو تصلح بينك وبينك مش الإصلاح تصلح بينك وبينك تقولنا هذا ما عشان يتشوفه بكل على حق أنت خليتها بالدنيا لما تقول ما عشان يتشوفه بكل بإبن الله تعالى فيه يوم حنجيبه بعد إقناع عيالي وجوزتي إنه يجي يقع تعيش نفسه بإبن الله وهذا وقعت سبع سنوات وقعت سبع سنوات في السجن والحمد لله يعني كنت ناوت تصفى عنها حتى يعني في السنوات الأولى كنت ناوت تنصح بأنه يطلع من الحبس وأنه هو شاب صغير وربما أنا مش هذا الهدف حقيقة يعني مش عشان هو شاب صغير والله عشان هو كذا بالدرجة الأولى نبي عمل لله باي لأنه ما يقنعش الآخرين إلا إلا أنك أنت تبي عمل لله بيش الأخرين يساعدوك فيه باي لكن تقولهم لا عشان هو صغير وينويرتي لا الكلام هذا ما فيش هذا ما فيش بكل مش عشان هو ولا عشان خاطر وجاهها ولا عشان خاطر شخص ولله بالعكس نعم طالق لله سبحانه وتعالى من أجل ابني ينبيه ابني يكون من أهل الجنة هذا هو العمل الأساسي اللي أنا ما شاء لي في تعليق استوقفني أستاذ عبد العاطي في خبر أورده أحد المواقع الإخبارية متعلق بهذه القصة يقول بأنك أنت خليه نفكر بطريقة أخرى طريقة الناس العادية يعني أسقط حق الشرع في القصاص من القاتل ما ترد عليه ما لجيش حد رد عليه أو جادلة في هذه النقطة يعني مفروض القصاص ماشي شرعا الصفح هذا في ذك لكن القصاص يخذ مجراه هو نحن نعم نعم قانوني في القوانين الوضعية بتاعنا لكن حسب مفهومي أن القانون لما أنت تنازل عن حقك درت جانب كبير في الشخص الجاني بالعفو عليه أنا مطلع مش من الحكومة تحفي عليه أو من الدولة أو من لا الدولة عندها إجراءاتها كيف هي نظامها منيش عارف هل هي تاخذ الحق العام كم يقولوا هما أو العفو هذا الحق الخاص اللي تمحي حقي أنا الخاص أنا أنا في بعض من الناس علقت قالت العفو كوي سني لكن القتل يقتل هذا موضوع آخر أنا عفيت عليه نبي نعت قالي وجه الله ما نبيش يموت صحي من سبب هذه القضية لأنني نعتقتها ممكن إن كان فيه حق عام حيكون عشان الخطأ وكذا ممكن تكون مدة معينة من كذا إلى كذا عقوبته ما فيهاش اعدام الاعدام هذا لأنني أنا طالب القصاص يعدم لما تثبت عليه أنه هو قاتل عمد بعد التحقيقات لأن القاضي مسكين راه من قضاء في حالة لا يحصد عليها القاضي ليش لأنه يبي دليل لأنه يبي يؤمر بالقتل مش شوية أن القاضي يؤمر بالقتل القاضي إنسان راه في وضع قبل أن يكون القاضي هو إنسان صحيح إنسان فيخاف أنه يحكم حكم خطأ لشخص معين يقتل روح طيب بهذا الشكل نعتبر أن قضية وملف فهد الله يرحمه طويت طويت وقفلت وقفلت بالنسبة لنا نحن هذا النقص لنا طلبوا مني تنازل قدرت لهم تنازل وقعت فيها نوجه ستي وقلت لهم أولياء دم موقعين لا متنزلين عن حقنا كل منبوشي والحمد لله راه دواخني موضوع التنازل كان فيه إجراءات مطلوبة قعدت فيه نقريب ثلاثة أو أربع أيام ما بين طبرق وندرنا بيش ننهي الإجراءات وبالفعل كانت اللجنة اللي في درنا تبع السجل المدني كانت متجاوبة معايا ومتعاطفة في الموضوع ونهو الإجراءات ودزوه لي في أجراء وفي طبرق نفس الموضوع وننهي الإجراءات كلها من نيابه بيش درت الفريضة الشرعية بيش وصلناها لعند اللجنة لجنة المصالحة لجنة الحبون تشكر لجنة الحبون لأنها كانت تشتغل في الموضوع هذا من جدها يعني بالفعل فرحانا الموضوع وتجري عليه برق الله فيهم فنهيت الموضوع في ثلاثة أو أربع أيام بعدين سلمت الخوي وقلت له تقدر تعطي للجنة وانت الموضوع وتقريبا تقريبا يعني تقريبا لأنه طلع لأن أخوي قال لي طلع وان شاء الله يكون طلع الشرع الشرع طيب يعني أنت قلت كل ما قبل أنه دخله على الهواء قوية وعميقة ولهاء مددول قلت بأن ابنك كان ذروي يموت في اليوم هذا طبيعي لأن اللي يقتل ذروي يموت وفي الساعة قبض الأرواح هو الله سبحانه وتعالى مش البشر أسباب أسباب في اللي ميت في حادث في اللي سكتة سكتة قلبية يعني مش الإنسان مش هو اللي يقتل هو سبب لكن حظه سيء أنه جاء في التوقيت بتاع الموت بتاع سبحان الله حظه سيء نحن نجل ونحن نقوله لا فلا نقتل من يقتل هذا يا رجل اللي يقتل الله سبحانه وتعالى هو اللي يقبل للأرواح هو اللي ينهي أما الإنسان سبب واحد يعني شو نقول لك ضربات السيارة معناها هذا اللي يقتل هذا السبب بايا خطع في سواكتا أدى بالسبب اللي هو ارتكبأ أدى إلى وفاة الشخص الموضوع مش بالسهولة هذه اللي تحكي به أنا متأكد على قلبينك وبين نفسك أنت فقدت ابنك فلتت كابدك كابدك وهذا مصاب عظيم وفي مقابلة أنت قمت بشي عظيم يماثل بس بجانب آخر إيجابي اللي ندار اللي هو الصفة هو العفو يعني كأنك نزعت حاجة من روحك نعم بهذه اللحظات نعم سبحان الله أنا كنت نشوف فيه أن اللي عفو واعر بك يعني معقولة الإنسان رو يتردد بين نفسنا كان تقيل قبل لا يطلع كان تقيل عندما طلع وعندما تم بالتحديد يوم الصلح وأوقي واتفقنا حسيت روحي بالفعل أني أنا كأني كأتفوق الريح خلص تم ساهل لم ساهل في الأخير تم ساهل بعد ما صارت تسامح أصنع التسامح اللي تكون إنسانا يجب أنك تصنع التسامح بيش تكون أنت إنسان لما تنهي التسامح ونهي تجراءاتك والله انتهى الموضوع كله لكن قبل نقل نوعر يعني أنا ما بيش نحكي أنا لما بلغني أخوهي وأنا قاعد في بنغازي قبلها بأسبوع قال لي يديه وبيد الله سبحانه وتعالى نية هكي وزدني الله فيها طبعا فأمت بيش وصلت لعند في مرحلة يعني حتى هذه الأخلاقيات وأن الإنسان يكون بهذا الشكل هذه نعمة من ربي موكان ربي قادر على أن يخلقك إنسان بموصفات أخرى بموصفات شيطانية بغراء في القلب ما تسمحش ما نصفحش ما فيش صح مثلا هذه نيتك خاصة في القتل هذه المية الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويظل من يشاء من أشاء أنا أشاءت أني نبي ننهد يزيدني هدى الله لما نبي ننهد يزيدني الله هدى لما أنا نبي انظل يزيدني الله في ضلاله يهدي من يشاء ويظل من يشاء من ناس مش هو الله اللي شاء أنه يهدي هدى لا أنت شاءت يزيدك إذن راهي مبني على الإنسان لأنك أنت مخير وليس مصير تمام أنا يعني لأن لم يتبقى لنا إلا تقريبا أربع إلى خمس دقائق من الوقت نبي نسحب هذه القضية على الملف الليبي بشكل عام الليبي أنت زي ما شهدت عروب وتقاتل يعني أوليها دم كثر واجد بك وأنت تماثلهم طبعا أنت فقدت ابنك في ظروف جدا مؤسفة فشو الرسالة التي تواجهها للناس لأنك أيضا أنت ولي دم بخلاف الأسباب ما ماشي في حرب صحيحة ولكن فقدت ابنك نحن خلقنا الله سبحانه وتعالى لنعبد وهذه من ضمن العبادات يجب الإنسان يحكم الله في جميع أمورها في جميع أمورها ما تحاولش أنك تسمع الناس الغير خيرة اللي يزيدك في الأثم الموت حق وهو ميت وعندنا نحن قصص واجد من بين هنكليب والزير سالم وشفوه على التلفزيون وعلى المسلسلات وأنه يقول نبي خويحي يعني مطالب جهل هذا حد عمره وتوفى بإيش ما كانت يجب أنك تفهم أن أحمد الله أن أبنك والأخوك والأبوك توفى في موقف مشرف لك حتى ولو كان السبب على يد شخص يعني ممتش أنت الذاري في روحك منه ضربوه هو قاعد يسرق مثلا مشينا لك ومصيب لك شيء مش تمام فحكم الله سبحانه وتعالى في المواضيع هذه اللي بيش الخاصة للليبيين عراه بلادنا متصحش إلا بمواقف مع الله مش للبشر لا ندير موقف عشان الناس أنت ديرنا لله عشان الله ينزل البركة علي بلادنا ويصح بلادنا ونمشوا لقدام ونتطوروا أن كان نخطينا الله معنات عبنا رانا ونكونوا في أسوأ من الحال اللي نحن فيها نحن الحمد لله باديت دب الحياة تدريجيا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ليبيا توحد وأنه يكونوا علي كلمة واحدة الدعاء يصلح لبلاد ادعو لبلادنا ما تكونش عندك حاجات أنت تبيهن أهداف مش كويسة حاول أنك تدري لله والله سبحانه وتعالى بأعمالنا يعطينا يجب أننا نقوموا بالعمل الصالح لله بيش تنزل البركة علي بلادنا وعلى ليبيا بال وعلى الدول الإسلامية وانتمنى من المشاهدين أنهم يزيدوا في الدعالية إن شاء الله ربي تقبلني يا الله يا كريم اللهم أمين وأسمح لي المشاهدين وأسمح لي أخوي عبد الله أني أنا أحب على راسك قبل ما نخطب الله يسلم والله يسلم شكرا 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 حقيقة أنت اليوم عطيتنا درس في التسامح والصفح وهذا شيء نحن محتاجين خاصة في وقتنا هذا شكرا لك أستاذ عبد العاطي حفيظ العوامي الشخص والمواطن الذي عفى عن قاتل ابن فهد ربي يرحمه ويغفرنا إن شاء الله شكرا